أبدأ من أسطنبول معك سيد طاها هذه الأحزاب الستة التي تتحد لمواجهة أردوغان وإسقاطه من السلطة في البلاد بتصورك كيف تبدو فرصها وحضوظها فعلا نعم في بداية حياتي لك وضيح الكريم السيدة المشاهدين من دون شك أعتقد حاليا نشهد حراك واسع من قبل المعارضة في الفترة الأخيرة وخاصة في ظل الظروف وفي ظل تطورات التي يشهدها الحزب الحاكم أقصد هنا بدأ الحملة الانتخابية مبكرا بالإضافة إلى أن هناك إجراءات تتعلق بمواضيع أو قوانين دستورية مع دخول الدورة البرلمانية الجديدة هناك تصابق لدى أحزاب المعارضة مدفوعة باستطلاعات الرأي التي انتشرت مؤخرا ناهيك عن تطورات اقتصادية كما ذكرتم في التقرير أعتقد المعارضة خلال فترة الماضية ذات الانتخابات السابقة كان هناك دائما محاولات ولكنها لم تنجح يبدو أن هذه المرة تحاول أن تجتمع لا أقول على مرشح فقط ولكن هناك صيغة مشتركة من أجل الإطاحة بالرئيس رجب طيب أردغان لكن في المقابلة تابعنا الاستطلاعات الرائعة التي انتشرت وظهرت مؤخرا يبقى الرئيس رجل طيب أردغان هو الرجل الأقوى والذي يتصدر هذه الاستطلاعات على الرغم من تراجع شعبيته في الفترة الأخيرة وعلى الرغم من الأخبار التي تدولتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية والتي تحدثت عن صحة الرئيس لذا نلاحظ أن السباق سيكون محموم للغاية والتصور أعتقد خلال الأشهر المقبلة خاصة مع طرح عدد من القوانين والمرفات أمام البلمان لمنقشتها وإقرارها خلال الفترة المقبلة والمتعلقة بالدرجة الأولى بالدستور الجدنان ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر